من إسطنبول ينضم إلينا ماجد كيالي الكاتب والمحلل السياسي سيد ماجد بداية ووفقا لمستجدات الأحداث على الأرض إلى أي مدى يمكن أن تنعكس الغارات الروسية على إدلب على مسار أستانة وهل يمكن أن يصمد اتفاق إدلب وسط هذه الخروقات يعني مفهوم أن التوترات والاحتكاكات التي حصلت في الأيام الماضية هي نوع من التسخين أو نوع من الضغط على الأطراف السورية المشاركة في المفاوضات وأقصد الضغط على المعارضة تحديدا أو من يمثل المعارضة في مفاوضات أستانة هذا نوع من التسخين يسبق عملية تفاوضية للا يزراع المعارضة أكثر مما هو حاصل حتى اليوم نحن شهدنا انحسار نفوذ المعارضة وأقصد المعارضة الفصائل العسكرية انحسار نفوذها خلال كل مسار أستانة الحديث يدور عن عامين كاملين اليوم بفتح هذا المسار التفاوضي الذي أوجد من أجل أن يكون بديلا لمسار جنيف التفاوضي نحن اليوم رقم 11 الجول 11 من المفاوضات حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات بين الطرفين السوريين المعنيين ما يجري هو أن ثلاثة دول تتفاوض فيما بينها وتتحاور فيما بينها في حين النظام لا يفاوض والمعارضة لا تفاوض ولم يسبق أن جلس الطرفين وجها لوجه أمام طاولة واحدة طيب فيما يتعلق بمسألة الدستور أو لجنة الدستور هل سينتقل ملف هذه اللجنة من غطاء أستانة إلى تشاور في مجلس الأمن بمعنى خروجه من يد الجانب الروسي وينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى أم ستستطيع روسيا بالفعل أن تفرض رؤيتها وأجندتها من خلال هذا الملف الحقيقة هذا يعتمد على الموقف الدولي وأقصد أنه يعتمد أساسا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس لها حتى اليوم رأي محدد أو رأي واضح أو رأي حاسم في إنهاء الصراع في سوريا نحن شهدنا أن الدول ما يسمى المجموعة المصغرة للدول المعنية بالوضع السوري وأقصد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة للسعودية والأردن ومصر أصدرت هذه الدول بيانات في الشهر الأول من هذا العام وأيضا تم إعادة تكرار هذا البيان في شهر سبتمبر الذي يقول أنه لا إعادة إعمار ولا عودة مهجرين إلا بإطلاق العملية السياسية في سوريا وفي خروج القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران من سوريا لكن هذا الموقف لم يتم ترجمةه على الأرض سوى بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تسيطر عمليا على حوالي هي وتركيا على 40% من الأراضي السورية أقصد في الشمال السوري وفي شرق الفرات لكن حتى الآن لا قرار أمريكي ولا قرار بالتالي دولي في حسم الصراع ووقف الصراع الدائر في سوريا لذلك بغض النظر عن ما سينجم عن هذا الاجتماع تشكيل الجنة السورية أو عدم تشكيل الجنة السورية ولكن هذا لن يقدم ولن يؤخر من مثار الصراع أو التوترات أو الاضطرابات أو الأصراع بين الطرفين في الأطراف الدولية والإقليمية وحتى الأطراف المحلية في سوريا شكرا جزيلا لك سيد مجد كيالي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك